يا أهلا وسهلا حبيبي الحلوين وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فهدت جاي النهاردة وكالعادة جايبالكم معي قصة جديدة لكن قصة النهاردة مختلفة جدا ومتأكدة ان كلكم هتحبوها فيها أحداث وتطورات كتيرة جدا قبل ما نبدأ قصة النهاردة يا ريت ما تنسوش تفجروا زر اللايك لإني متأكدة ان الرواية دي هتحبوها قوي وهستنى قرأكم في الكومنت اللي دايما بتساعدني قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أو عتنسو تسلو على النبي يلا بينا نبدأ قصتنا سلطان الصعيد وزوجاته سلطان الصعيد كان قاعد واسط زوجاته الليلة فرحهم كان متجوز التلات ستات التلاتة أكيد مش زي بعض ولا في اللون ولا في الطبع ولا في الملامح تعالوا بينا نروح على أول زوجة دي بقى تكون أميرة بنت عم سلطان وبتحبه جدا من زمان ومستنى اللحظة اللي يطلو بإيديها علشان يتجوزها أنا فرحان جوي علشان النهاردة اتجوزتك بس قوليلي أميرة عايزة أسألك سؤال تختار يكون معاكي ولا يكون مع واحدة من درائرك لا ريدك تكون معايا تكون معايا أني الوحدي أنا بحبك من زمان ومستنى اللحظة اللي نتجوز فيها تجي وتجل إنك تكون مع واحدة مع درائري لا مش كفاية استحملت إنك تجوزت علي هأنا وبس ومن غير ولا كلمة سلطان سبها ومشي وفي اللحظة دي فهم حاجات كتير وشكل انتبعات كتير قوي عن أميرة جوه وروح للعروسة التانية دي بقى تكون اسمها هبة ودخل عليها الأودة وقعد جنبها لقاها فرحانة جدا وسألها نفس السؤال ما شاء الله انت جميلة جوي النهاردة يا هبة إلا جوليلي رايداني قضي معاك اللي لا دي ولا أروح باجا عند أي واحدة من درائري وقضي معها الليلة لا هو ينفع برضك الليلة دخلتي هذبني وتروح لدرائري أنا أصلا ما كنتش رايدة إنك تتجوز علي لكن أعمليه ما بليه الدحيلة لأني بحب الجوي من زمان ومستنية اليوم ده بفرغ الصبر خليك جنبي يا سلطان وبرضو بدون ما يتكلم ولا كلمة سبه ومشي هي با كانت متغازة ومتدايقة جدا زي أميرة بالزبط وراح عند العروسة التالتة دي بقى اسمها شمس كانت مريحة جدا في كل حاجة في قضتها وفي جمالها الهادي البسيط وثمرها اللي يصحر أي حد يشوفه دخل عليها القودة وقال ما شاء الله اللي حضرتك شايفه واللي عايزه هو اللي هيحصل وفي الأول والآخر ده نصيب ومكتوب ما شاء الله ربنا يزيدك كمان وكمان اللي لدي معاكي انتي وبس يا شمس أنا متأكد إن اللي لدي هتكون أحلى ليلة في حياتي أحلى ليلة مع أجمل شمس في الدنيا تعالي حبيبتي هيبا دخلت عند درتها أميرة وهي متعصبة كدا ولقيت أميرة كمان متعصبة زيها ودخلت لها وقالت شفتي شفتي عمل معايا إيه بجساب ناني ورحل المفعوصة اللي جوه دي اللي سمع شمس وسبك انت كمان دي احنا مليكات جمال ورايح يبص للبت السودة الكئيبة دي اللي سمع شمس كك شمس تحش وصطها البعيدة آه ما هي السهوكة دي هله ناسها أنا عارفة إن سهوكتها دي هتلحظ عاجله وحتكل بعاجله حلاوة لكن إحنا بجا بجينا وحشين ومش ريادنا الليلة دي لليت دخلتنا أنا بجا مش هسيبها بيت المركوب دي أنا عارفة كويس جوي من أول ما شفتها ويا في الكوش وهي يا بيت عملتة مسكله أنا كنت عارفة إنها اليوم دي هتاخدوا من نينا علشان يقضيه معاها هو بجا لازم يعدل مش جال إنه رياد يتجاوز ثلاث ناسوين يبقى خلاص لازم بجا يعدل بناتهم لكن ما يظلمش لكن أنا عارفة شمس دي أخرتها على يدي اللي اتنين دول أما سلطان كان في القوضة مع شمس وكان مبسوط معاها جدا وكانت مريحها وكان حاسس إنه أسعد راجل في الدنيا قد إيه كانت هادية ونعمة وجميلة جدا وصمرها الهادي كان حابب يبصلها وبس وهي كل ما تبص في حيونه تخجل جدا وتبص في الأرض ما كانتش قادرة تبصله تماما من كتر خجلها وكسفها أما بقى صباحية العرسان تاني يوم كانوا وقفين التلات حريم ورا السلطان علشان يطلب أي طلب هم ينفزوه فورا على طول ووالدته كانت قاعدة أصاده مستغربة مش عارفة إيه اللي بيحصل معاه بالزبط أما ده يكون حمدان أخوه واللي قاعدة جنبه تكون مراده اتفضل يا حبيبي كل كل علشان تتقود علشان يعني يترم عظمك كده الواقلة ده أنا عاملة كلاته كلاته بيدي الاتنين دول وأنا بقى متأكدة أن الواقلة ده هيعجيبة أصلا يواقلة كله بالسمن البلدي كل يا جلبي اتحشم يا بيت في حد يتحدد جدام الناس كلاتها بالمياعة والمرجاعة دي ده إحنا ما كناش نسوين بقى داني جوزي لما كنت بلمحه من بعيد كنت توطي راسي في الأرض علشان ما بصتش في هينه عاني عارفة أن زمن اليومين دول غير زمننا المرقعة والدلع الماسخ دي فوقتك مع جوزك مش جدامنا كلاتنا احترمي أخو جوزك اللي قاعد واحترمي حماتك يوي حماتي واني عملت حاجة داني بوكل جوزي جوزي وحبيب قلبي واني عملت ايه حمال يعني لو بصتوا قدامي كنت هتعملي ايه وبعدين ده حاجة حلالي اني حر اوكله احضونه دي حاجة تخصيني اعني وجوزي ويا لد بقى كل واحد يخليه في حاله زمنك غير زمننا يا حاجة بس اخراسي ايه الحديث الماسخ اللي بتقوليه ده بعدك ده تتكلمي معمي بأدب اني كنت عارف ان انت مش تمام وان تفكيرك ده هيوديك اللومان بس اللومان بقى عندي هيكون حاجة تانية خالص وفي بيتي هنه امي عندها حج الحديث الماسخ اللي بتقوليه ده ما يصحش جدامك كبير عيب اخوي جاعد وسلفتك الكبيرة لازم تحتلمي كل اللي جاعدين من هنه ورايح اني لازم اتصرف معاك باسلوب تاني اني رايح الشغل ومشي وراح مدين اخوها لطول علشان كان مكسوف لان الموقف كان محرج جدا محرج للجميع وبعدين حمتها فضلت تزعق فيها وتقول عقبكك ده ما كلوش اي حاجة من الواقل كله بسببك وبسبب جلة حياك انت يا بيت شلت برجع الحياة يا بيت من ليلة الدخلة ولا ايه ده النهار ده يوم الصباحية وبتعمل كده وخليتيهم يمشوا من غير حتى ما ياكلوا لجمة امال بعدك ده هتعملي فين ايه بيت انت يا بيت سعاد اني مش مرتحالك اني خلاص اني كمان نفسي تصدد مش عايز اكل ولا لجمة من خلجتك دي اني طلع على قطي وعايز اقول لك حاجة لو ما احترمتي سلفتك الكبيرة هتكون ليلتك سودا كلميها يا بيت وفهم التلاتة دول عرفيهم الاصول شكلهم اجده في بيت اهاليهم محدش حتى كنعلمهم يعني ايه اصول ويعني ايه يتكلموا باحترام مع الستة الكبيرة اللي تكون حماتهم انت يا بيت ربنا يجومك وينتعك بالسلامة اني عارفة اني عمري ما هلاقي زيك عن اذنك اني طلع قطي وفعلا طلعت قدتها وهي متعصبة جدا من اميرة ومن اللي حصل قدامهم كلهم شايمة سلفتهم الكبيرة روحت وحاولت تفاهمهم ما تسعلوش دي اول ليلة عندنا هنية في الدار يعني لازم هيحصل شد وجذب كتير جوي كل واحد وتربيته واخلاجه يعني بيختلف عن التاني حتى هنية اكيد تربيتهم بتختلف تماما والعادات والتجالين ما تسعلوش وحدة وحدة علمكم كل حاجة وفجأة اميرة فدي تزعل وتقول والله من اولها ابتدينا باجا سرم الحريم دي وانتي باجا تفضلي تتحدتي معانا بالاسلوب دي كتير وتعملي فيها الكبيرة علشان يعني سلفتنا الكبيرة اني ما يمشيش معايا لحد تلمعسخ دي اني باجا ماشي براسي ماشي وانتي ياريت لما تيجي تنصحي انصحي حالك اللول بدل ما جوزك يروح يتجوز عليك التانية والتالتة زيينة وانا بيعندك حج يا اميرة ما هي قاعدة ومتهنية مع جوزها وهي الوحيدة اللي في عسمته لكن باجا مش زيينة تلات حريم بنتخنج ونتصارع علشان نشوف مين اللي هيقضي معها اللي لادي وقال حبلة قال ربنا يقومه لك على خير باجا ويا رب ما يموتش في بطنك ولا حاجة حبا واميرة سابوهم ومشوا اما شايماء فضلت عايض جدا اول ما جابت سيريت اللي في بطنها وما كانتش قادرة تمسك نفسها من العياد معلش ما تسعليش هما اكيد ما يقصدوش يدي جوكي هما بس حماجيين حبيتين انتي شكلك طيبة جوي ونصايحك دي حطها في راسي بس اللي جوليلي انتي ليه زعلت اما تكلموا عن اللي في بطنك لازم اسعر اللي في بطني دي ياه جيلي بعد شوق اني بجالي اكتر من ست سبع سنين بتجوز حمده وقال لي انه السنة دي لو ما حبلتش هيروحي يتجوز علي اني بجى من وراه رحت عملت عملية صغيرة كده علشان اقدر احمل ولو عرف اني عملت العملية دي من غير ما يعرف عنها حاجة هيخلص علي لكني انا كنت رايدة طفل منه لاني بحبه جوي التفل دي هيجي نور الضهر وخدي بالي التفل دي هيكون ولدي كمان اني بحب الاطفال قوي وهجعو دلعب معاه للمعنهار او ما تخفيش هسعدك في تربيته او من هناه ورايح اني هسعدك في كل حاجة وانتي بجى ترتاحي علشان التسع شهور يعدوا على خير انتي حلوة جوي سمارك دي منور وجه ما شاء الله بس بصراحة انتي احسن واحدة فيهم طيبة وحلوة من جواكي ومن براكي وانتي كمان بكرة لما تجيب بيت لازم هجوزها لابني اصلا يجالولي اني حامل في والد بكرة ان شاء الله انتي كمان تكوني حامل شمس فرحت جدا من كلام شايماء وحطت ايديها على بطنها والاول مرة تحس انها نفسها تكون ام ايوة لأول مرة تحس الشعور ده جواها ونفسها قوي تحمل من سلطان وتجيب بنت تكون شبه اما بقى هبة واميرة مش عاجبهم كل اللي حصل وتلوع على قودة هبة علشان يتكلموا برحيتهم اه يعني مفروسة يعني مفروسة من العجربة دي اللي اسمها شايماء وشفت يلبيت تلمسها واك اللي اسمها شمس دي جاكها خابت بيت بو اني مش حارفة تجوزها واعمل بيها ايه دي مسلوعة ومعرجبة مش كلفة زينا كده يا بيت ايه كلفة ده هو ان انت كمان سيبك من الكلام الفرغ دي احنا هنعمل ايه احنا دلوقات كانت عدوتنا هي واحدة بس اللي اسمها شمس المجروسة في رجبيتها دلوقات اللي اسمها شايماء اللي عاملة نفسها كبيرة علينا بس ان شاء الله اللي في بطنها دي ينزل ونرتح منيها ولما ينزل بقى مش هتقدر حتى تبص في الشينا واني وانتي بقى نتشطر يا بيت ونجيب حتة تعيلك دي ووقتها هيكون النصر لينا ونزغرت ونفرح ونغزها يا بيت وناخد حجنا منها شمس وسلفتها وكمان حمتها كانوا واقفين في المطبخ وكانوا بيطبخوا لكن كلهم كانوا مبهورين لان شمس بتعرف تطبخ كويس جدا ولا اجدعها شيف الجامية كانوا في زهول تام معقول شمس البنت الكيوت الرئيقة دي بتعرف تطبخ ما شاء الله يا شمس انا كنت اخداك المطبخ معي علشان اعلمك الطبيق لكن ما كنتش اتخيل انك انت اللي تعلمينا الطبيق منهنه ورايح وبصراحك دي شكلك شاطر شكلك متعلمك اللي حاجة بصراحة انا منهنه ورايح مش هاكل غير من تحت يدك وانتي باجا اللي هتعمل العقيقة بتاعت ولدي عندك حاجة يا شايماء اني بصراحة النهاردة مبهورة وفرحانة بمرطولتي اللي وقفة في المطبخ وعملت كل الاصناف والاكلات دي والوحدية وما طلبتش مننا اي مساعدة دني لما يجي سلطان هفرحه جاوي هفرحه بمرطه وعندك حاجة يا شايماء مالوش داعي اني نيوم العقيقة نجي بشيف عندنا شامس شكرا جاوي اني فرحانة جاوي بكلامكم وتشجيعكم ليه اني كنت في بيت ابوي بعد مامي توفق اني اللي كنت بعمل للواكل وكنت بدخل على النيت واروح اجيب الاكلات والوصفات واعملها وجربها يا ما تحرج مني اكلات بس كان عندي ارادة واسرار علشان اكمل وطلع واكل حلوة جاوي من تحت يدي بعد ما شمسة خلصت الاكل والكل طلعه من المطبخ مستنين الرجالة يرجاعوا علشان يتخدوا دخل تهيبة واميرة يتفحبوا هما الاتنين بالراحة من غير ما حد يشوفهم وجابوا شطة وجابوا ملح كتير جدا وحطوه على الاكل بوزوا الاكل كله علشان الكل يتدايق من شمس اول ما يدوقوا الاكل واخيرا جوم الرجالة ومامة سلطان كانت بتحكيله عن شمس وعن انجازاتها بصراحة باجا يا ولدي شمس دي يا زين مختار عارف كل الوكل اللي عالصفرة دي وكأنها البتاعة ده هو ان اللي بيقولوا عليه القبن بوفيه زيه بالزاب هي اللي عاملال وحدها خرجتنا من المطبخ وهي اللي عملت كل الوكل قانت بهارت ما كنتش مسداجة ده ريحة الوكل جناناتنا هنكل ثوابعنا ورا الاكل دي ما شاء الله نظرتي فيكي ما خيبتش ابدا يا شمس كنت متأكد انك ست بيت شطرة وشطرة في كل حاجة مش بس في الطبيق بصراحة ابوك الله يبركله يا زين مرب وعندك حج يا ابو ده ريحة الوكل واصل لغاية برا الجراش ونباركين العربية سلطان اول محط لقمة فبقه فيدل يكوح جامد جدا او ما كانش قادر ما كانش قادر ياخد نفسه كانت بطنه بتتقطع الجاميا كانوا وصدمين مش عارفين يا طارى ماله وقال لي بيحصل مع السلطان بالزبط وفجأة فيدل يزعق في شمس ويقول ايه الجرف دي فعلا الريحة غير الطعم الاكل كله شطة وكله ملح ده وحش جوي عني عمري في حياتي ما دكت اي اكل بالعفاشة دي تاني لو روحت جيبت واكل من على الرصيف هيكون احسن من وقلك انت بتمثلي علينا ليه وبتقول انك بتعرفي تطبخي طالما ما بتعرفيش بتمدي يدك في الوكل ليه عندنا الخدم يعملوا كل حاجة وفجأة حس انه دايخ واغمى عليه على الارض وروح المستشفى وعملولي غسيل مهدى وروحوه على البين يا حبيبي الف سلام عليك ده انه ما بنامش الليل وزعلنا قوي عليك اكونتش اتخيل ان انت اول ما نتجوز جده تتعب وتروح في المستشفى كله بسبب اللي اسمها شمس كنت عارفة انها بنت مش مظبوطة ومش كويسة دي اكيد مريضة نفسيا لما تعمل كده في جزء عندك حاج والله يا اميرة انا كمان كنت مش عارفة نعم ولا عارفها كل ولاش وجوزي حبيب جلبي مرمي في المستشفى كده بسبب المجروسة اللي اسمها شمس انا عارفة انك رفض تشوفها هي حولت كتير بصراحة انها تجيه علشان تشوفك وتتطمن عليك بس اني قلت لها لأ اوه مش رايدة ومش بيحبي شش انا مش عايز حدي اتماسخ كتير يلا منك لها اخرجوا برا القوضة انا عايز اقعد لوحدي حاسس اني معدتي ابتدت توجعني تاني يلا مش عايز وش حريم وانتو اللي اتنين كنوا في اي قوضة وما تتحدثوش مع شمس في اي حاجة عندكم حاج انا مش طيقة اشوف خلجتها ولا عايز اشوفها في الدوار ده تاني انا عايز اقعد في القوضة دي ومش عايز اخرج منها اقعد دي حبيب دي قط واني عارفة ان دي القوضة الوحيدة اللي انت بترتاح فيها مكسود واقسود يعني قوضة اميرة كمان يلا يلا يا اميرة علشان يسيب سلطان يرتاح شاكله جده تعبان جاو عن اذنك يا حبيبي ومشي هما الاتنين وكانوا بيحاولوا يتصنعوا ويظهروا له ان هما خايفين عليه جدا وكانوا بيعملوا المستحيل علشان يخلوه يتدايق من شمس كمان وكمان وفجأة بعد ما خرجوا شمس دخلت القوضة وفضلت تتسحب واحدة واحدة علشان تدخل السلطان وقعدت جنبه على السرير حبيبتي وحشتيني جاوي الحمد لله الخطة ماشية مصبوط ومفهمهم انني مش طايق ومش طايق حتى تخش علي القوضة واني بجأة على طول مشتقلك مشتقلك جاوي كمان انا عارف ان انت مستحيل تعملي جدا وعارف ان وكلك جميل ودكته جابلي جدا في بيتابوكي انا كنت خايفة جاوي كنت خايفة تصدقه كنت افتكر انني اللي عملة لك جدا في الوكل مستحيل يا سلطان داني عمل اي حاجة في روح لكن انت لا دانت النعنية من شو كنت خايفة جاوي انك تتدايق مني وتزعل مني مستحيل زعلك مني في يوم من ليا الا قول هو انت متأكد انني مظلومة مني عرفت مني انني ما حطيتش الحاجات دي في الوكل ما هو اللي انت ما تعرفيوش ولي اي حد في الدار كلاته يعرف غراني وحمدان ان البيت كله محطوط فيه كاميرات يعني زيادة اطمئنان على اهل الدار حتى في المطبخ كمان وشفت كل حاجة بعد ما انت ما عملت الوكل الجميل من يدك الاتنين تسلم يدك طبعا وخرجت من المطبخ هما باجا لعجربتين اتسحبوا ودخلوا حطوا الشطة والملح في الوكل عني واثق فيك يا حبيبتي ما اقول لك يا اميرة عني جلجانة جاوي ده لو عرف ان احنا اللي حطينا الشطة والملح في الوكل مش عارفة ممكن يعمل فينا ايه احنا سكتنا كتير بس اني بصراحة خايف خجوي وحس ان هو هيعرف كل حاجة مش عارف حس اني جلجانة كده وخايف خايف يطلقني انا مليش حد في الدنيا غيره هو وبس انا يتيمة ومليش اي حد ولا اي مقوى روح فيها بس يا بيت اجمدك ده ما بحبش الحريمة الطريا اللي زاي اللي من اقل لكلمة يفضلوا يعياته ولا تعياتي ولا حاجة عادي يعني هيعرف من ايه ان احنا اللي حطينا الشطة والملح في الوكل اكيد مش هيعرف والموضوع عدى وخلاص وليبست في شمس ودي باجا مش اول مصيبة هننبسها لها ده صبوري علي ده انا مجهزة لها بلاوي سودة علشان تطلق وفجأة سموا صوت قفلة الباب واول ما بصوا قدامهم لقوا سلطان ومعاه كمان شمس اتصدموا جد سلطان ما تصدقش الكلام اللي سمعته يعني اقصد مش هو ده الحصد يعني احنا احنا ما عملناش حاجة اصلي يعني انا هجولك هجولك يا سلطان احنا يعني ما عملناش حاجة وهي شمس اللي خلتنا نقول الكلام ده علشان انت باجاة تسمعنا دلوقت وتفتكر ان احنا وحشين وان احنا اللي حقتنا اقل شطة في الوقت كله بسبب شمس احنا ما عملناش اي حاجة سلطان كان بيدحك عليهم بكل خبص وفهمهم كل حاجة وانه شفهم بعينه في الكاميرات وورهم الكاميرات كمان وتعدي شهور وايام لغاية ما شمس كانت حامل وفي الوقت ده كانت بتولد اميرة جابت بنوتا وكمان هبة معاها ولد زي الامر ام شايماء كانت جابت مالك وعنده خمس سنين اه يا سلطان هموت مش جذرة هيا بيت ما تمسكي نفسك كده هل هموت هموت ما احنا كلنا حملنا وولدنا او انت ليه محسساني ان انت الوحيدة ياخذي اللي حبلة وبيجيلك الطالب ما خلاص انت في المستشفى هو وخمس دجايج وتولدي وتجي لنا بيتك وتصدعنا وتجريفنا يعني هتطلع شبه مين اكيد شبه اميه معلش يا حبيبتي يا شمس انا عارفة ان الوجع دي وجع قوي جوي بس معلش استحملي وطول ما يدك في يد جوزكك دي ان شاء الله مش هتحسي باي وجع واول ما تشوفي بنتك الجميلة وتبصي في عناها وقتها كل التعب هيروح واتحس انك بجتي كويس يلا اطنت شمس بقى بسرعة عايز اشوف خطبتي انت وعدتيني من زمان ان انت هتجيبلي خطبتي والنهاردة انا مستنيها وبكرة حكي لها ايدي شوفتها اول ما تولد لا ما تقولش كده انت مش هتتجوز حد انت هتتجوزني انا مالك لي لي انا وبس ومستحيل تتجوز البت الصغيرة دي دي لسه صغيرة بس انا ما بحبكيش انت يا وردة انا بحبها هي هي من قبل ما شوفها وكنت بحط يدي على بطن طنت شمس كانت بتتحرق وكنت حسس ان هي كمان بتتحدث معاي بحبها هي وعايزها هي وتعدي الايام والسنين ومالك بيكبر والامر دي تكون بنت شمس كانت طلعة زي الامر عكس ما ميتها تماما انا مش قلت مليون مرة ما فيش خروج مع صحابك ما عندناش الكلام ده فهمة عايزة تخرجي تخرجي معايا انا طيب يا مالك ما هو انا برضو منحق اني اخرج مع صحابي وما كلموني وقالوا لي تحبي تخرجي معانا بصراحة كده قلتنهم لا لان انا عارفة ان مالك هيزعق لي وفضلوا يزنوا علي وجولي كمان تحت البيت وقالوا لي اننا هنخرج مع بعض من غير محد يعرف بص انا بقى مش عارفة ان حضرتك منمشي جواسيس وراي علشان يرقبوني في كل مكان ويقولوا لك كل اخبار عني دخلوا شمس والسلطان وكانوا بيقولوا المالك راجل من ولد راجل كنت عارفة انك هتمشيها عصرات المستقيم وانا بيقولت لها يا ولدي قلت لها مالك لو عرف هيجوم الدنيا مش هيجاعدها لكن عامل ايه ازن على الودانة مرم السح ام صحبتها السابق لا مش صحبتها السبب عقلها عقلها هو اللي هيقلها ان انا مش هعرف اي حاجة عنها انا بعرف كل تفصيل عنها ومش اللي تثقة فيها اللي تثقة في الناس اللي حواليها انا واصق فيها كويس قوي لكن بقى الناس اللي حواليها اكيد كلهم لما بيشوفوها بيعكسوها سيليا خطيبك عنده حاج يا بيتي المفروض ما كنتش نزلت من الدهار الا ما تستأذني بس انا بجى بقول حصل خير يا حضرة الظهب علشان هي استأذنت من ابوها لان انت ما كنتش موجود علشان تستأذن منك انت كمان معلش خلوها عندي المرات يلا اتلاقي على قوتك يا حبيبتي عايز اتكلم مع خطيبك سيليا لانها حساسة جدا فضلت تعايت وقتلعت تجري ومشيت وراها شمس علشان تحاولت راضيها بكلمتين يا ولدي خف عن البيت شوية انا عارف ان الطبع الصحيدي دي وكلك من راسك لرجلك انا عارف ده انني كنت زيك كده زمان بتفكرني بشبابي بس معلش هي لسه صغيرة مش فهمة اي حاجة رايدة تشوفي الدنيا واحنا باجا خبنكم لبعض من وهي في بطن امهم ايه يعني ما لحجيتش ولا تعرف حد ولا تصحب حد مش مهم تعرف حد ولا تصحب حد يا عمي تعرفني انا وتصحبني انا انا بغير عليها بغير عليها حتى من هدومها حتى انت لما بتحضنها وتبسها بتضيق وبغير والدم بيجري في حروق بس صغاز بنعني انا عارف ان ده احساس غلط بس انا بحبها بحبها قوي عارف انك بتحبها علشانك دي انا وفقت على الخطوبة من وهي في بطن امهم متأكد ان انت الراجل الوحيد اللي هيقدر يحافظ على بيتي ويصنع عارف انك راجل من ولد راجل وبعدين يا واد ده انت تربيتي انت كنت بتقعد معاي اكتر ما كنت بتقعد مع ابوك وستك الله يرحمها كان نفسها جوي تشوفك يلا الله يرحمها يا رب اما دي تكون وردة بنت اميرة واحمد ابن هبة يكون في الجيش يا ماما اعمل ايه دلوقتي وخلاص خطبها وبيغير عليها وبيحبها وانت قلتيلي وعاتيني انك هتخليه تجوزني انا بحبه بحبه قوي مش عارفة اعمل ايه وانت يا ماما وانت حاولت تتصرفي بيت اجمدك ده ملك طرية كده ليه مش طال علومك ايه دي انا قلت لك انك هتتجوزين يعني هتتجوزين انا عندي خطة حلوة جوي واني بقى هطفش بنت من هنا خالص وخليها تغور هي ومها من البلد لا مش من البلد من العالم كله هخليها تغور في ستين دايا يا امها ويريحونا بقى ووقتها سلطانها يفضلنا وانت كمان يا بيت هتتجوزي معلي معقول معقول يا ماما هتقولي لي خطة تخلي ملكي تجوزني تبقولي لي بسرعة انا عايز اعرف ايه الخطة دي انا عايز اعرفها دلوقتي حالا انا هموت واتجوز وهموت عليه هجول لي كان يا باجا ايه هي الخطة اصل اميرة جالتلي على كل حاجة احنا هنجيب تحبان وبجا المحروسة دايما تنمع امها في نفس القوطة واندخلوا للقوطة واجلك تحبانين لازم نتوصى بيهم لشان يا بيت الموت اتليك بيهم ووقتها التحبان هيقوم بالواجب وإحنا بجا هنرتاح من يوم خالص ومن اليوم دي هنعيش في حياة سعيدة وافراح وعالاقل كمان ابني اللي دخل الجيش دي وبعد عني ناخد له حاجه وحاجك يا بيت وحاجين احنا كمان من شمس دي طول حياتها وهي منك كده علينا عشيتنا هو دي الكلام المزبوط انا بجا وهب هنجوم بالواجب وهنحط لهم التحبان ووقتها هم اللي اتنين يلا هيكون الله يرحمهم وانتي بجا يا حبيبتي انا هعرف مي الرسمالك كويس جوي وكمان رسمه شايماء ووقتها هخليه حبك يا بيت وخليه يطلب يدك مني وكمان اني اللي اقول له لا سمني اما فاق واجوزهولك يا ننعين امك طول مامك عايش على وش الدنيا لازم اعمل لك كل اللي انت عايزها المهم نخلص من البومة اللي اسمها شمسية وبتيها دي فجأة وهم بيتكلموا مع بعض لقوا حد وراهم واول ما بصوا قصادهم لقوا سلطان سلطان اتعصب جدا وكان بيقول كنت عارف ان انت وهي سموية من اول ليلة دخلتم الدار عندي هنا لما سألتكم سؤال وقلت لكم يا طرى رايدني ولا لأ هقول لكم السؤال دي كنت تعني به ايه علشان اشوفك انت ولا هيا انانية ولا لأ لكن اكتشفت انك انانية منك ليها وما بتحبيش اللي نفسك عايزة تخلصي على شمس وبتي علشان انت ترتاح انت وبتك انت طالج منك ليها واخيرا مالك تجوز سلية واليوم ده كانوا الكل فرحانين والاهل كانوا في كمة ساعدتهم اما سلطان بعد ما طلق اميرة وهبة ما بقاش يشوف حياته غير شمس وبس وحس ان ربنا اعمل كل ده علشان يديره درس انه لو تجوز ست واحدة صالحة بتلت ستات وان الجمال مش بالشكل الجمال بالروح والحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة يا رب تكون عجبتكم اتمنى لو عجبتكم ياريد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلوكم اشعار اول ما نزل قصة جديدة قلقاكم في رواية جديدة يا اجمل اخوات في الدنيا مع السلامة